بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ومرحبا بكم في برنامج حوار المفتوح هل الديمقراطية هدف بحد ذاتها أم وسيلة لتحقيق الأمن والتنمية والرخاء منذ أكثر من مئة عام والعالم العربي والإسلامي يناظل من أجل إقامة أنظمة ديمقراطية نائبة عن الشعوب ووكيلة عن الشعوب يكافح الاستبداد والظلم والطغيان وقد نجح العالم العربي في بعض بلاده بإقامة أنظمة شبه ديمقراطية أو أنظمة ديمقراطية صورية ترفع شعارة ديمقراطية وتحتكم إلى صناديك الأقتراع ولكنها في نفس الوقت تتلاعب بنتائج الانتخابات أو مثلا تفرغ النظام الديمقراطي من محتوى ولا يزال هناك بعض الأنظمة مثل أنظمة الخليجية عموما يعني ترفض أصلا مبدأ ديمقراطية وتستعين بالحركة السلفية لكي تهاجم مبدأ الديمقراطية لأن الديمقراطية كفر وإلحاد وشرك بالله تعالى ولا تجوز وهذا يعني تقليد للغرب الكافر وإحنا ما يجوز إحنا عندنا نظامنا المستقد وحتى بعض الحركات الإسلامية التي ترفع شعار الخلافة أيضا لها موقف معادي من الديمقراطية تقول أنه هذا نظام غربي وأحنا بالإسلام عدنا نظام سياسي متكامل والإسلام أساسا دين متكامل ومن بحاجة إلى أن استورد شيء من الغرب وهذه الديمقراطية بضاعة غربية فإحنا بعض المفكرين المسلمين قبل مئة عام محمد عبدو يعني الأفغاني ورشيد رضا وغيرهم قالوا بأن الديمقراطية هي بضاعتنا ردت إلينا إحنا فكرنا الإسلامي كان يقوم على الشورى والديمقراطية هي تطوير للشورى وبالتالي ما في مشكلة أن نقبل بالديمقراطية الدولة الأثمانية طبعا سلطان عبد الحميد بالذات الذي أجبر على إجراء انتخابات سنة 1876 ثم ألغى الانتخابات والدستور بعد ذلك بعام وظل يحكم 30 سنة حكم مطلق موضوع الشرعية في الحكم في عدة أمور إما الشرعية الدستورية التي يأخذ بها الحاكم الشرعية من الشعب وفق دستور معين يتفق عليه أيضا الشعب ويعطيه صلاحية الحكم ولكن الانقلابات العسكرية والأنظمة الدستورية التي تسحك الديمقراطية وترفض الدستور تحاول أن تضفي على نفسها شرعية ما إما الشرعية الدينية أنه نحن نطبق الشريعة وخلص بعد أحد ما يتكلم الحاكم يقطع الأيادي أيادي سراك ويجلد الزنات ويفعل كذا فإذن هذا خلص مدام طبق الشريعة فهو له الحاكم بأن يحكم وهذه نظرية ابن تيمية أيضا أنه الحاكم اللي يطبق الشريعة فهو حاكم خلص بعد ما يحتاج نسأله أنت كيف إيجيت منين إيجيت وعلى أي أساس إيجيت للحكم هذه النظرية السلفية أيضا السلفية متطورة يعني والبعض عندما يتمزق هذا الغشاء الرقيق من الشرعية الدينية عن بعض الأنظمة والسلفيون أو الوهابيون أو الإسلاميون مثلا يعارضون الحاكم يقول أنت فقدت الشرعية لأنك انتهكت مثلا كل القيمة الإسلامية واستدعيت الأجانب مثلا خاصة بعد ما حدث بعد حرب 91 عندما استدعى الملك فهد القوات الأمريكية للدفاع عن المملكة ومحاربة نظام صدام حسين كثير من السلفين قالوا بأنه هذا النظام فقط شرعيته لأنه استعانى بالأجانب الذي كان يحرمهم سابقا يحرم ذلك سابقا وقبل ذلك بعشرة أعوام تقريبا في 89 أو نهاية 1400 عندما خرج الاعتابي في مكة وهو كان سلفي قال أن هذا النظام السعودي فقد شرعيته الدينية لأنه مثلا عند بنوق أو عند حاط صورة الملك على النقود بعض المظاهر البسيطة أخذها ويعني أسقط شرعية النظام أسقط شرعية النظام هذا ليس ديني ليس لدي شرعية دينية في مقابل ذلك عندما تسقط هذه الورقة ورقة التوت عن بعض الأنظمة التي تدعي الشرعية الدينية تلجأ في مقابل ذلك إلى بدائل منها الشرعية شرعية الإنجازات وتحقيق التنمية مثلا أن هذا النظام يعني يوفر الرفاه بالمجتمع وشوفوا الآن عندما نتحدث عن ديمقراطية في الخليج يقولوا انظروا إلى الإمارات نحتحى الصحاب عندهم وشعب مرتاح وعايش وغني وياكل ويشرب ويلعب ويتونس ولا تجيبوا حديث عن الديمقراطية لا يحتاج لا يحتاج الحكم يريد عائلة ويريد شخص وخلص لا يحتاج شيء آخر يعني شرعية الإنجازات أو أحيانا يأتي نظام مثلا يقوم بحرب معينة دفاع عن بلد أو كما لأتاتورك مثلا حرر تركيا من المحتلين أو أي بلد آخر ولكن هذا لا أريد أن أناقش فيه كثيرا لا أناقش في الأمثال أنني مثلا قاومت عدو معين بعد خلص هذا يصبح عنده شرعية بعد ما يحتاج الناقشة يعني مثلا مع كامل احترام من السيد السستاني عندما نتحدث عن شرعية المرجعية الدينية أنا منين جاية شرعيتها ما عنده شرعية دستورية أو شرعية ديمقراطية يقولون السيد السستاني قاوم داعش وأفتار داعش وخلص هذا أنجز شيء معين أنجز إنجاز كبير فإذا هو لا يحق له الحكم أو أي منظمة أخرى أو أي حزب آخر هل هذا صحيح؟ صدام حسين كان يدعي أنه مثلا أمم النفط أو معرف شونه سوى أو حل المشكلة الفلانية فإذا هو عنده شرعية بالحكم فنحتاج للديمقراطية مع الأنظمة الديكتاتورية الدينية وغير الدينية أم لا نحتاج إلى ذلك يعني نكتفي بالإنجازات أو الشرعية الوراثية بعضهم يعني أنا ملك آبائي وأجدادي كان يملكون أو إحنا عندنا مثلا نحن العترة كما كان يقول العباسيون نحن من العترة وقدنا شرعية الحكم لأننا من العترة أو لأننا من قريش كما يقول الأمويون أو حتى الفاطميين الذين حكموا كانوا يقولوا نحن أبناء اللي بنا بيطالب والحكم إنا بعد سواء أنجزنا أو لم ننجز نرجع للشعب أو ما نرجع هذا مو مهم بعد ما في حاجة للديمقراطية ما في حاجة للشرعية الدستورية نكتفي بهذا القدر أنه إحنا يعني عندنا شرعية ثيوكراطية يعني السماوية أو نجي أيضا على جماعتنا المراجع يقولون إحنا نواب الإمام المهدي العامون كل فقه هو نائب الإمام بعد ما يحتاج إلى شرعية معينة هذا هو حاكم بعد ما يحتاج شرعية فهل نحتاج إلى الديمقراطية هل الديمقراطية هدف بحد ذاتها أم وسيلة لتحقيق الأمن والتنمية والرخاء أو الدفاع عن البلد أو كده مثلا وهذا إذا حقق واحد بعد خلاص ما نحتاج إلى شيء اسم الديمقراطية إحنا طلحنا هذا السؤال وهناك أجوبة كثيرة من الأصدقاء سوف نأخذ بعض هذه الأجوبة أو نستعرضها بقدر ما نستطيع ونعود إليكم العفو ونعود لكم بالملاحبات الجديدة هنا بعض الأخوة طبعا سلبية من الديمقراطية عندهم تجربة سلبية من الديمقراطية ويشوفون الديمقراطية فاشلة أو فشلت في تحقيق التنمية أو إدارة البلد بشكل سليم يقولون إذن خليحنا نتخلص من الديمقراطية وخليجي حاكم عسكري خليص يصير انقلاب طبعا هذا شيء خطير أبو زهراء المالكي يقول في العراق وسيلة الديمقراطية وسيلة للصعود نحو السلبي والنهبي والفساد فإذا ما نحتاج للديمقراطية أنا أفهم من كلامه مشرف واسمي يقول هي وسيلة مون بيهدف بحد ذاتها يعني إذا حققت إنجازات معينة فبها ونعمت وإذا لم تحقق فمو مشكلة نستبدلها بنقيضها ما هو نقيضها أنا أكمل كلامه يعني ديكتاتورية يعني الاستبدال الحكم المطلق هذا أفضل شيء لأنه راح يحققنا الهدف الأخ عبد الحكيم الحسني يقول الغاية هي العدل ولا يهم الوسيلة يعني الديمقراطية ليست هدفا بحد ذاتها وليست شرطا من شروط العدل طبعا في هذه النقطة احنا بحثناها سابقا أيضا كيف يتحقق العدل إذا يجي حاكم مستبد يقوم بانقلاب عسكري ويسيطر على السلطة بالقوات ويقمع كل المعارضين وكل الأحزاب المعارضة فكيف يتحقق العدل المستبد العدل هذا شيء أسطوري لا يمكن أن يتحقق كل المستبدين يستبدون بالسلطة ثم يأكلون الشعب كله يعني يسحقون الشعب كله فكيف نحقق العدل هل نحقق العدل أنا السؤال أوجه الأخ عبد الحكيم الحسني هل نحقق العدل هل يمكن تحقيق العدل بالديكتاتورية والحكم الفردي والاستبداد المطلق أم لابد أن يكون الشعب مشارك بالسلطة ومراقب للحاكم الديمقراطية ماذا تعني؟ تعني أن الحاكم يأتي من الشعب بالنيابة يعني الشعب يحكم وبالتالي عنده صلاحيات محددة وعنده دستور يحكم على ضوءه وعنده فترة للحكم وهناك مجلس يراقبه يحاسبه يغيره يعني تبادل السلطة بشكل سلمي تكون في ظل الديمقراطية فهل يمكن تحقيق العدل في ظل العنظمة الدكتاتورية كذا أنا أشك في ذلك وهذا كلام يعني أرجو أن نفكر بأمك أكثر نجي على الأخوة الآخرين الذين كتبوا مشكورين تعليقاتهم الأخ محمد المندلاوي يقول هدف الديمقراطية يعني هدف للوصول إلى السلطة بأصوات الناخبين وسركت أموالهم أخينا عزيز محمد لازم نفرق بين شيئين بين أن السلطة من حق الشعب وبالتساوي لجميع أبناء الشعب أن يحقوا لهم تولي المناصب العامة ولا يحقوا لأحد أن يحتكر السلطة لنفسه بالقوة والإرهاب الآن تيجي بالديمقراطية مثلا يكون هناك تزوير تلاعب بالمال بالدعاية بكذا مثلا ويجون بعض النواب أو بعض الحكام يسرقون أو ينهبون مو بس النواب أي حاكم أي رئيس أي وزير فهذا يجب أن نقوي القضاء حتى يقدر يقف أمام التلاعب بالدولة وبأموال الدولة وسركت أموال الناس هذا بحث آخر أما أساس الديمقراطية هل نقبل بحكم ديكتاتوري أو نقول لا نصر على الديمقراطية ونسد ثغراتها إذا كانت هناك ثغرات الأخ طارق السناني يقول نقد الحداثة الآن وما افتهمت كلمة تورين شنو تعني ما عرفت شنو يقصد فيها يعني ماذا كلمة غامضة بالحقيقة الأخ حامد أبو غدارة يقول الديمقراطية حجة لتمرير السياسة طيب إذا ما استخدمنا الديمقراطية كيف نمحنا نمشي سياستنا الحاكم قد يبيع البلد يخضع للعداء يشن حروب ينهب أموال الدولة كل هذا الأشياء ممكن للحكومات المستبدة سوية والحكام المستبدون فعلوا ويفعلونها دائما فهل نسلم للحكام الأمور أم يجب أن الشعب يفرض سيطرتها على الحكومة ويقصمها عن الباطل يعصمها عن الخطأ ويمنعها من التجاوز الحقوق والحريات والمبادئ العامة الأخ علاء أحمد الصفار يقول الديمقراطية هي طريقة عيش كريمة وحرة وعادلة لا هي وسيلة ولا هي غاية يعني هل يمكن نستغني عنها أم يجب أن نعمل من أجل تكريسها وتحقيقها هذا هو السؤال فإذا أصبحت بحد ذاتها يعني احترام الشعب وتوفير العيش الكريم والحر هذا هدف بحد ذاته أن الشعب يكون هو مسيطر على بلده ما يكون بلد لعبة بيد أشخاص أو شخص واحد الأخ عبد القادر الكبيسي يقول الديمقراطية في البلدان المتقدمة والشعوب المتعلمة هي ممارسة يومية ووسيلة لتحقيق مجتمع متطور ومزدهر أما في الدول المتخلفة والشعوب الجاهلة فإن الديمقراطية هي أكبر كذبة وخدعة والحرية مزيد أو مزيدا من الفوضى والإنحلال يعني ماذا نفعل الآن يا أخ عبد القادر الكبيسي نحن شعوب أدنى نسبة حسب تختلف من التخلف والجهل والأموية وكذا وكذا ماذا نفعل هل نسلم أمورنا لحكام لأحزاب معينة أو حكام ديكتاتوريين أو عسكريين أم نحاول أن نطور من كياننا ومن آلياتنا ومن وسائلنا لإدارة البلاد والإشراف عليها أن نمنع هذه الخدعة إذا كانت هي كذبة أو خدعة فعلا كثيرا ما يلعبون عن الناس باسم الحرية أو باسم الديمقراطية فهل نحن إما أن ننخدع وإما أن يعني لا نفعل شيئا من أجل الديمقراطية أسئلة يعني بالحقيقة ملاحظة جيدة ولكن يعني إذا كنت تتابعنا يعني تبلور هذه الفكرة أكثر وجاوبنا أكثر ونكون لك من الشاكرين الأخ مصطفى أبو نصر يعقوبي يقول الديمقراطية بغض النظر عن خلفياتها الفلسفية والتاريخية هي مجموعة آليات وتقنيات لتحقيق هدف معين وهو مشاركة المواطن في تدبير الشأن العام وتقرير مصير البلد الذي ينتمي له يعني فعلا ملاحظة جيدة شكري الطيار يقول الديمقراطية هدف ووسيلة في نفس الوقت يعني هي وسيلة لتحقيق الرخاء والأمن والعدل في المجتمع والاستقلال وكل شيء عندما الشعب يكون فعلا يمارس الديمقراطية حقيقة مو صوريا ونفس الوقت هي هدف بحد ذاته أن الشعب يتمتع بحقوقه وبواجبه الأخ أحمد أبو أمير يقول على الأقل إنها يعني الديمقراطية تؤمن تكافؤ الفرص وتساوي بين طبقات المجتمع وتعطي كل الذي حقا ما يستأهل من الحقوق وتعتبر خطوة عملية في تقدم المجتمع إذا تم تطبيقها بشكل سليم وما نراه من ديمقراطيات غربية هو تغطي الإعلامية للإمبريالية المقنعة مع شعوب العالم الثالث يعني الإمبريالية لها وجهان وجه داخلي في ديمقراطية في عدالة في أمن في كذا وتنمية وفي وجه إمبريالي لنهب الشعوب الضعيفة والأخرى هو تغطي إعلامية الإمبريالية المقنعة مع شعوب العالم الثالث حتى أنها في داخل بلادها صارت تتحكم بها النزوات الميكيافيلية المتناقضة على حساب كل الشعوب ويمكن تقول الطبقات الرئيسمالية اللي مثلاً أو بعض الأصابات المافيا تتحكم أيضاً به الديمقراطية وتلعب لعبها الأخ سالم عادل جاسم يقول هي وسيلة هي وسيلة يعني كما فهمنا من مختلف الردود يعني ليست هدفاً بحد ذاتها الهدف تحقيق الأمن والرفاه والتنمية إذا تحقق هذا بأي شكل من الأشكال فمو مشكلة خلي تذهب الديمقراطية هذا يعني موقف سلبي من الديمقراطية أن الديمقراطية ليست ذات شأن ولا قيمة ذاتية لها الأخ عبد الحسين الصالح يقول الديمقراطية ليست ادعاء إنما هي ممارسة وحياة وتقبل الآخر وهي ليست مصممة لشعوب لا تعيش زمانها وإنما تعيش في قبور الكهنوت وكل يوم تبتدع وسيلة أخرى من وسائل الكراهية بين الفرق والمذاهب تيمناً بقول الكاهن فلان الذي مات منذ عشر قرون أو أكثر الديمقراطية للشعوب التي تحترم حاضرها وتطوره لخدمة الإنسان والإنسانية للشعوب التي تقدس العمل والإنتاج للشعوب التي تحرص على ثروات فيها مثلاً لا تهربها للنوكة الأجنبية الديمقراطية هدف للشعب الذي يحترم ويقدر حقوق الإنسان وهي كذلك وسيلة لاختيار الساسع الذين يريدون أن يكونوا خدماً لشعوبهم لا سادة عليهم ينعمون بخيرات البلاد هم وأولادهم والجوع والحرمان والموت حصة للشعوب يعني يعني فعلاً هناك تجارب ديمقراطية فاشلة يعني لأنه النظام ما كان جيد أو في ثغرات يجب أن يعني ندرس هذا الفشل ونصحح الأمور وإذا كان مثلاً طبقة رأسمالية سيطرت على بلد واستنفذت كل طاقات البلد أو اقطاعيين معينين باسم الديمقراطية يدخلون ويهيمنون لا بد أن تكون هناك عدالة لا يمكن أن تكون ديمقراطية بدون عدالة عدالة اجتماعية وتساوي الفرص وتساوي بالحقوق واحترام للقانون هاي كلها شروط ولكن بالنتيجة الديمقراطية هي يعني هدف بحد ذاته ووسيلة أفضل للتنمية يقولون أنه ليش إذن في بعض البلاد بها ديمقراطية بلاد متخلفة لأنه عادها مثلاً احتلال أجنبي المحتل الأجنبي يمنعها من التنمية يمنعها من حل مشاكلها البسيطة من حل مشكلة الكهرباء أو الماء أو الصناعة أو الزراعة أو كذا فإحنا خلنشوف الفشل من أين جاء هل جاء من خلال الديمقراطية أو جاء من الاحتلال أو النفوذ الأجنبي على بلد معين أكرم ياسين يقول أكيد وسيلة لتحقيق الهدف أو لتحقق الهدف وهو تحقيق الأمن والرخاء والتنمية طيب وهي ليست بحد ذاتها هدفاً يعني فقط وسيلة نستخدمها أحياناً ما يتحقق هذا الهدف بالديمقراطية ويجبون لكم أمثال الآن الدول الخليجية متطورة اقتصادية طبعاً هذه مغالطة فيها لأنه مثلاً شعوب مثل مصر أو إيران أو العراق أو كذا واردات النفط ما تغطي حاجات البلد سكان 100 مليون في البصر أو مثلاً كذا 40-50 مليون في فلان بلد والنفط اللي يستخرجون مثلاً ما يغطي حاجاتهم واقتصادهم ضعيف بينما في بلد مثلاً قطر نفسهم مثلاً بضع مئات من الآلاف وميزانيتهم أعلى ميزانية في العالم فيصير رخاء وثراء وكذا وإذنهم وافر وزائد الأموال زائدة عليهم أو الإمارات أو السعودية أو بلاد أخرى فما يمكن نحن نقيس أن هذولا رخاء إذن في الاستبدار جيد والديمقراطية مزينة لا هذا مو صحيح نحن نشوف بلاد تكون طبيعية وتنمي نفسها بالديمقراطية الديمقراطية يعني مو فقط انتخاب الحكام أو انتخاب النواب الديمقراطية يعني المراقبة من الشعب على أحد لا يسرك وفيه القضاء موجود يحاسب وكذا فيعني هي مجموعة آليات تسمح للشعب بالهيمنة على مقدراته الآن الآن خلنشوف الأخوة الذين علقوا حديثا على هذا الموضوع ماذا يقولون ونأخذ أصواتهم الأخ الأخ كورش إيلامي يقول هل تطبق الديمقراطية بدون البرجوازية الوطنية وجود طبقة عاملة أم الحكومات العسكرية عاجزة أو لا تقبل الديمقراطية لأنه مافيا أي نحن ننشر واحد ديمقراطي وليس تطبيق الديمقراطية وحتى دستورنا غير ألماني يعطي حق المواطنة بالحقيقة أفكار متعددة في هذا الموضوع أنا ما قدرت أخذ فكرة يعني واضحة من التعليق هذا ربما الأخ لغتها ليست العربية أولا وعنده شوية مشكلة في التعبير خلنشوف التعليقات الأخرى عن هذا الموضوع الأخ مهدي أطوان الأحوازي يقول كيف الشيعي يعتقد بالتنصيب يتكلم بالديمقراطية هذا موضوع آخر صار أنه شيعة والديمقراطية بالحقيقة يعني هاي أسماء تاريخية شيعة وسنة وكذا الآن هناك شعوب تؤمن بالديمقراطية ولها أنظمة ديمقراطية لا سميها شيعة لا سميها سنة سميها شعوب ديمقراطية تبحث عن ديمقراطية وأي تنصيب الشيعة لا يؤمنون بالتنصيب ويؤمنون بالأصمة والشروط المسائلية حول الإمام يعني أرجو أن تخرج من الكهف إذا كنت داخل فتكهف وعندك تصور عن الشيعة قبل 1400 سنة وتعتقد الشيعة لأهم نفس الشيء يؤمنون بهال أفكار القديمة أرجو أن تغير نظرتك نظرة موحققية الأخ علي نافع الخفاجي يقول معكم الأخ مهدي أطوان يقول خلط شورى لو تنصيب نحن تحدثنا ما تحدثنا عن التنصيب تحدثنا عن الديمقراطية أو الحكم العسكري أو الحكم الملكي المطلق أو مثلا عائلة تحكم هذا أفضل لتنمية البلد أم أن الديمقراطية هي إعطاء الشعب حقه وإعطاء الشعب هو دوره أن يكون إلى رأي في ما يجري من البلاد سواء في الأمور الاقتصادية أو الأمنية أو العسكرية أو العلاقات الخارجية أو أي موضوع يهم البلد لا يصبح يحتكر السلطة وهو يقرر يوم يحرب على إيران يوم يحرب على الكويت يوم يحرب على الأكراد يوم يحرب على اليمن لا يحدث الشعب يكون إلى قدرة ومسموح لعبر عن رأي من الحروب الآن يقال أن السعودية بلد الرفاه وبلد التنمية وكذا كل شهر من خمسة إلى ست مليارات دولار تصرف على هذه الحرب العدوانية على الشعب اليمني يحسب بسنة جدا الصياد وهذا يأثر حتى على التنمية وما ست تنمية ست بعدين يحسون بالحاجة والفقر ويقعون بالفخ كما وقع صدام عندما في البداية حارب إيران وكان هناك دعم كويتي وخليجي وسعودي وكذا ثم عندما خرج من الحرب مثقل بالديون والنفط نزل سعره وهو وقع في فخ وما يقدر يدير الأمور ثم حرب أخرى بعد دمرت البلد وقبت على كل التنمية التي كان صايرة والتطور الذي كان حصل بالعراق منذ خمسين سنة كل هشه راحت لأنه حاكم يعني يصرف كيف مثل ما يريد حروب لا أحد يقدر يقول ليش شميت هذه الحرب ولماذا ولمتى وكذا يعني هذه الدكتاتورية تؤدي حتى لو أنجزت أحيانا تنمية مثلا بالسبعينات ارتفع سعر البترول وبالتالي استفاد النظام العراقي من هذه الثروة المفاجئة وصار يعني يدير البلد والناس محبحوا كما يقولون وبعد سنوات مرة واحدة أهلك البلاد والعباد هل هذا صحيح؟ يعني هل كان يمكن ذلك لو كان عن ديمقراطية؟ هل كان صدامي شنه الحروب ويدمر البلد كله بقرار فردي مثلا واحد لا يمكن الناقش فيه حتى الوزراء والحكومة لا يمكن الناقش الأخ مهدي أطوان الأحوازي يقول وكنا بزمن الإمام علي هل يجوز اختيار الحاكم من طريق الصندوق طبعا هذا الذي تم الإمام علي تم اختيار عبر الشورى الناس يجوا بايعوه هو لم يفرد نفسه ولم يكن لديه سلطة الإمام علي حتى يفرد نفسه الله لم يكن وصي على الناس مثل النبي يجب طاعته لا إذا الناس انتخبوا يصير حاكم عليهم يصير حاكم عليهم بها الطريقة وعندما توفي الإمام علي قبل أن قالوا له عين لنا واحد ابنك الإمام الحسن قال لا لا أعين أحد بعد قالوا سوف ننتخب الإمام الحسن قال لا أمركم ولا عنهاكم وبعد ما استشهد الإمام وتوفي الناس انتخبوا الإمام الحسن بايعوه وكذلك حدث مع الإمام الحسين عندما أهل الكوفة بايعوا وإمام الحسين ودعوه في البداية أرسلهم رسول بايع ورسوله مسلم العقيل و أصبح حاكم مرة أخرى وقضى على هذه التجربة الديمقراطية الرائعة فالإمام ما عندهم حق أن يحكم الناس بالقوة والإرهاب إنما إذا الناس انتخبوهم ورادوهم يصيرون حكام عليهم وكذلك اليوم يعني الناس اللي يجعون هم وكلاء الإمام أو نواب الإمام المهدي ما لهم حق يحكمون الناس هكذا لأنهم هو الإمام عينهم على فرضيات فرضيات على فرضيات على فرضيات كلها فرضيات وهمية يعني أنه إحنا عندنا شرعية دينية وعن حاكم الشرعي وأنا ولي الفقير هذا مو صحيح لازم يأخذ شرعية دستورية من الناس يأخذ يعني الناس يصوتوا عليها وأيضا يخضع لمراقبة الناس ومحاسبتهم يعني هذا حالة تشبه الحالة الدكتاتورية أو البعيدة عن الديمقراطية حالة المرجعية اللي أدنى مع الأسف الشديد المرجع لا يحاسب ولا يراقب ولا ينتقد ولا أحد يقول له مثلا فلوسك وين وينجت وينرا حدو سوى تبين وليش أصدرت القرار وليش ما أصدرت القرار أدنى ثقافة لا ديمقراطية عن بعض الناس لا يشعر هو إلى دور في مراقبة هذا المتولية عليه المستوى الذي جعل من نفسه حاكم عن الناس وهو بدون انتخاب الناس يعني انتخاب عامة الناس يمكن فريق من الناس مجموعة تخبو بس عامة الناس ما منتخبي فلذلك الثقافة الديمقراطية تبدأ من الناس أولا يقبلون بالحاكم بأي حاكم يسيطر عليهم سواء كان عسكري ولا كان مرجع ديني أم لازم هم ينتخبو على أسس وعلى ضوء دستور ويراقبو ويحاسبو وإنهم حق بيعزله وتغييره ومحاسبته الأخ علي نافئ الخفاجي يقول طيب ولكن أصبحت هيكلا وهميا للدخول من خلاله للسركات يعني الديمقراطية يعني هو يوافقنا أنه الديمقراطية هدف بحد ذاتها ولكن يقول الديمقراطية أصبحت الآن هيكل وهمي للدخول من خلالها للسركات وهذا يحدث هذا يحدث مو مو لأن الديمقراطية مو زينة يا أخ علي إنما النظام العام ضعيف مفكك النظام القضائي ضعيف جدا مثلا الأمن منتهك في البلاد والعشائرية مسيطرة مثلا وما يتمكن القاضي يحكم إلا العشائر تجي مثلا تدخل أو مافيات موجودة في البلد فهذه في مشاكل أخرى تعوق عمل الديمقراطية يجب أن نحل هذه المشاكل أو تدخل الأجنبي كما قلنا الهيمنة الاستعمارية من خلال أشياء عديدة يعني وسائل عديدة فنجب أن نأخذ استقلالنا ونقوي قضائنا ونوسق ثقافتنا العامة حتى نستطيع أن نتمتع بالديمقراطية نتمتع بحقوقنا بحقوقنا وبكامل حريتنا أن نعبر عن آرائنا أن ننتقد قبل أيام كنت تلاحظون أو تتابعون ما يحدث في فرنسا الرئيس الفرنسي ماكرون كان يقابل أحد الفلاحين مزارق وبالتالي شوية تكلم بحده هو رئيس جمهورية ورئيس جمهورة فرنسا تكلم بحده فهذا المزارق وقف في وجهه وصرخ قال أنت تحكم لأنني أعطيتك صوتي وما أنك سترفع صوتك علي يجب أن تستمع علي ترى هذه الثقافة في ضمير الناس في عمق الناس إذا كل واحد من أدنى يمتلك هذه الثقافة وأنا صاحب الحق بإعطاء هذا الحاكم شرعيته ومنصبه وإذا أنا سحبت الكرسي من عنده فممكن يسقط هذا الحاكم الحاكم سيكون خادم مطيع للشعب ليس يكون سيد على الشعب هذه عقليتنا الآن يا هل سيطر هو سير سيد مولاي لازم أنا أخضع له أخضع له وأسمع كلامه وكذا لا أنا يجب أن يعني أنا عندي حق هذه الثقافة وإحنا مشكلتنا كنا نعيش في يعني ثقافة دينية سابقا اسمها دينية يعني بين قوسين أنا أحطها ونقدس مثلا العلماء نقدس المراجع بعد ما نقدر نحكي مع الشيخ معمم ولا نقدر نحاسبه ولا ننتقده ولا كذا فهذه أيضا جزء من الثقافة لا ديمقراطية الأخ آمر مخيف الجبوري يقول الإمام غير الحاكم في كل زمان هناك إمام رباني هو يهدي الناس إلى سبيل الله بالاختيار لا بالإجبار أما الحاكم فهو وسيلة دنيوية لنظم وإذا معذرة أما الحاكم فهو وسيلة دنيوية لنظم وإدارة سؤون الناس وهذا يتطلب اختيار الناس بالطبيعة الحقيقية ليست المزيفة أو الانتخاب والطريقتان ديمقراطيتان حسب الزمن والظروف في وقتنا أن الحرية والديمقراطية أفضل السبل فهي وسيلة وليست غاية بالنسبة للملاحظة الأولى ملاحظتك أخي العزيز عامر الإمام غير الحاكم هو كلمة الإمام تعني الحاكم إحنا أدنا الدين هو الدين الإسلامي وهذا اكتمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدين موجود بالقرآن الكريم وطبعا مفسر من خلال السنة النبوية المتواترة الثابتة خلص الدين كامل أدنى مشكلة أخرى وقضية أخرى هي قضية تطبيق الدين تطبيق العدل بين الناس احترام حقوق الناس من الناس من الظلم أو واحد يظلم الآخر والاعتداء الآخرين هذه مهمة الإمام الإمام يعني ماذا يعني حاكم الحاكم اللي مرة نسميه أمير المؤمنين مرة نسميه خليفة مرة نسميه سلطان مرة نسميه رئيس أي شيء نسميه نسميه بس بالنتيجة نحتاج واحد منفذ للدين هذا المنفذ هو نفس الحاكم ماكو فرق بين ما عدنا في كل زمان هناك إمام رباني من وين جبت الكلام هذا ما موجود سقران هالشيء هذا وهو يهدي الناس إلى سبيل الله هذا الناس جميعا يعني مكلفون بتبليغ رسالة الإسلام للآخرين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله هذا ما متعلق بفدواها اسمه إمام طبعا كلمة إمام تعني إمام الصلاة تعني إمام الجماعة تعني إمام أشياء كثيرة بس الكلام حول الإمامة لما نتكلم حول الإمامة يعني حول الحكم يعني الحاكم فإذا ماكو فرق بين الإمام والحاكم ما تقلق فرق بين أتهم هو الحاكم في الأمور الدنيوية يعني حتى الإمام علي قال لأصحابي كثيرا أنه أنا زاهد في دنياكم هذه هو أصبح إمام ويسمي الإمامة دنيا وأن دنياكم هذه عندي أزهر من عفضة عنز ما أشتريه فلسيا يعني هذه الدنيا ما لاتكم يعني الخلافة والحكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلة هذا هدف الحكم وهدف الإمامة وإحنا نحتاج يعني حسب الزمن والظروف وطبعا الحرية والديمقراطية مو أفضل لسبول فقط وإنما هي الشرط الضروري لتطبيق العدل وإذا ألغيت الديمقراطية ألغيت الحرية ألغيت التعددية وصار حاكم واحد بالقوة والإرهاب فصار ظلم قبل ما يسوي أي ظلم آخر هو وجوده ظلم الحاكم المستبد العسكري الذي يستولي على السلطة بالقوة هو وجوده أدوان واعتداء على حقوق الناس وعلى إرادتهم علي نافئ مرة أخرى يقول أما الشورى تحديثها الجديد التكتل والتحذب يعني ما أعرف هذا أنت تتقد الشيء أنت علي ولا تأيده يعني هي الشورى مبدأ الشورى موجود بالإسلام ولكن الرسول لم ينص على أي نظام سياسي بعده وحتى لم يتحدث عن هذا النظام قائم على الشورى لم يتحدث عن الدستور ولا عن نظام الحكم إنما الثقافة العامة اللي كان عند المسلمين جعلتهم يجلسون يدولون بيناتهم في سقيفة بني ساعدة ورادوا الأنصار يختارون واحد أمير من أدهم ثم تدخل المهاجرون واتفقوا على تقاسم السلطة اللحن الأمراء وأنتم الوزراء وبعدين انتخبوا أبي بكر يعني فالمسعلة تمت بشورى بهذه الصورة العفوية اللي ما كانت مثالية وكان فيها أخطاء وكان فيها ثغرات وثم واجهت مشاكل وانهارت هاي التجربة لأنها لم تكن مدروسة جيدا ولم يكن عند المسلمين تجربة الخلافة عند الصحابة مو مقدسة تجربة بشرية مو من الدين يعني هي تجربة إنسانية فيها أشياء جيدة نقاط جيدة وفيها نقاط ثغرات كانت فإحنا الآن يمكن نطور الشورى نظرية الشورى أو مبدأ الشورى مبدأ الشورى الخلاصة الأساسية أن الحاكم ينتخب من الناس هسا كيف ينتخب من ينتخبه دائرة الانتخاب كم تكون مثلا أهل العاصمة فقط كما كان في ذهن الصحابة الأوائل أم كل العرب وكل المسلمين من يشارك كل سكان كل المواطنين يعني كان في كلام كثير هذه تجربة مضت نحن لا يجب أن نتوقف أيها كثيرا إنما الآن الشورى من حق الأمة كلها وطبعا الأمة عندما تعبر عن رأيها تشكل أحزاب فلا بد أن تكون تعددية في الكتل والأحزاب وهذه من شروط الديمقراطية يقول بالأخير مثل ما قلت اللي يشوف الموت اللي يشوف الموت يرضى بالصخونة ولكن أين وأين مكان أثيوقراطية أثيوقراطية اللي تعتقد عن الحكم إلى شرعية من الله تعالى إما عائلة معينة حتى ملوك أوروبا كان بعضهم يعتقدون هذا الشيء أو الكنيسة تعتقد أنها هي ممثلة للدين المسيحي وبالتالي البابا هو إلى شرعية دستورية من الله تعالى شرعية ثيوقراطية بالإسلام عندنا الأمويين قالوا بشرعية القومية شرعية القريش يعني الخلافة في قريش وصورهم هذا الحديث عن النبي كذبا وزوره ثم أجوا العباسين شبه الثيوقراطية العائلة يعني قالوا نحن من أثرة الرسول وبالتالي يحق لنا أن نحكم العلوين قالوا لا العلوين أيضا قسموا إلى أقسام قسم قال نحن أبناء علي أولى من بني العباس وقسم قالوا لا نحن أدنى نص علينا من الله أو قيد هكذا عن لسانهم وهم الإمامية أنه الحكم في هذه العائلة العلوية الحسينية المسوية أو الإسماعيلية اللي هي ثيوقراطية كاملة يعني الأخ حسن العراقي ليش ما تيجي للعراق وتقود الجماهير يا أخي العزيز ما شاء الله في العراق أحزاب وقيادات وليس بحاجة لنا إنما نحن نساهم بدورنا في تنمية الوعي أو تطوير الثقافة الديمقراطية هذا هدفنا لا هدفنا الانتخابات ولا القيادة العامة أو السلطة الأخ حسن علي حسن العراقي أيضا مرة أخرى يقول ما رأيك رأيك بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجوه الشريف يا أخي العزيز غير موضوعنا موضوعنا أن الديمقراطية هدف بحد ذاتها أو أنها وسيلة لتحقيق الأهداف الاجتماعية يعني التنمية الأمين السلام الكذا العدل فهذا موضوع آخر إن شاء الله في وقت آخر وأدنى مواضيع أخرى تحدثنا سابقا جاسم أحمد الإدريسي يقول صندوق الانتخابات ليس هدفا بحد ذاته والهدف هو أن ينعم الجميع بالمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية ما هو الكلام هذا شيء مربوط بشيء يعني بنفس الشيء الآخر أنه كيف تحقق أنت إذا ما عندك صندوق الانتخابات وما عندك مثلا يعني تستعلم رأي الشعب وبالتالي هناك ممثلون للشعب يخرجون من صندوق الانتخابات كيف يمكن تحقق المساواة أو الحرية أو العدالة الاجتماعية مستحيل بإذن شرط ضروري إذا لم تكن الديمقراطية هدفا بحد ذاتها فهي شرط ضروري يعني للتمتع بالحقوق السياسية العامة الأخ كونت يقول شرعية نظام طهران متأتية من شرعية الثورة أو من الديمقراطية لا في الحقيقة هي شرعية دستورية وأنا كتبت دراسة حول هذا الموضوع قبل حوالي عشر سنوات الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة وهي كان الإمام الخميني شرعية ثورية شعب عامة الشعب انتخبه يعني انتخبه انتخاب طبيعي ما أجروا انتخابات باسترناديق الاقتراع إنما يعني إجماع الأمة كان عليه وثم نفس الإمام كان يقدر يحكم بالشرعية الثورية أنا شعب انتخبني وأنا أشكل حكومة اللي أريدها شكل حكومة مؤقتة ولكنه بسرعة أيضا دعا إلى كتابة الدستور أول شيء سوى تصويت على الجمهورية الإسلامية تردون جمهورية الإسلامية لما تردون فجاءت النتيجة فوق 98% ثم أجرى انتخابات المجلس التأسيسي الدستوري يعني وكتبوا الدستور وعرضوه على الناس وعلى ضوء ذلك جرت انتخابات رئاسية انتخب أبو الحسن بن الصدر في البداية وصار مجلس النواب أدت مرات ورؤساء الجمهورية متتعليم فالحكم ليس الحكم في إيران كما أعتقد وكما قرأته أنا وعشته أيضا لا يقوم على الشرعية الثورية ولا يقوم على الشرعية الدينية كثير من الناس يعني يشتبهون يقولون أنه ولاية الفقيه ولكن ولاية الفقيه ضمن الدستور وإذا هناك دستور في إيران رئيس الجمهورية أو القائد ينتخب من إما مباشرة في حالة رئيس الجمهورية مباشرة من الشعاب أو من مجلس خبراء القيادة اللي هما 88 عضو في هذا المجلس ينتخبون لانتخاب القائد الأخ آمر الجمهوري يناكشنا في مسألة أخرى بالحقيقة ما لا علاقة في صلب موضوعنا يقول الأستاذي لكل قوم هاد لكل زمان إمام مهدي ليس بالضرورة حاكم لكن إذا جمعنا الإمام والحاكم بشخص واحد أكيد أفضل لكن الحاكمية بالاختيار للناس ولذلك الإمام علي قبل بحكم الخلفاء الثلاثة ولكن أمامه الرباني إمامة الربانية أو إمامه الربانية باقية إمامته الربانية ربما يقصد ثابتة ولم يجرح بها أي أحد أي أن الإمام ليس الحاكم بالضرورة والحاكم اختيار الناس أما البيع سابقا والآن بالانتخاب والديمقراطية يا أخي العزيزي هذا هو بحث تاريخي الإمام علي كان شرعي تجايا من الناس أو من الله أو كذا الآن لا يهمنا الآن نحن لا يعدنا واحد يقول أنا مثلا أندي شرعية من الله تعالى فانتهى الموضوع هذا فليش نحن نبحث في قضايا ما بها ثمرة ما بها نتيجة وأنه الآية وأنت لكل قوم هاتف ليس لكل قوم هاتف أكو هادي واحد يهديهم فد واحد بعدين لو كل هدات كثيرون لكل زماني إمام مهدي من وين جبت الكلام هذا هذا خيال أنت تتخيل أو تفترض يمكن أن يكون علماء هدات ناس وكذا ولكن ما لهم صفة دينية أو صفة شرعية أو صفة ثابتة أكيدة إنما كل واحد يمكن يقول أنا الإمام الفلاني أو أنا الإمام الهادي وأحنا أدنا مشكلة فقط في الحكم الآن الحاكم كيف يأتي نتحدث حول نظام الحكم والحاكم يأتي عن طريق صراديق الاقتراع والانتخابات أم يأتي بالقوة والإرهاب والعسكر علي نافع الخفاجي يقول أحسنت محاضرة ثقافية جدا قيمة نتمنى التطبيق الصحيح لها ممن يهم الأمر مما يهم الأمر نحن لازم يهم الأمر كل إنسان هو هذا الشيء يهمه ولازم يعني يبادر إله هل الديمقراطية تتعارض مع مبادئ الإسلام أو مبادئ الإمامية باعتبار أنها تتبنى التنصيب الإلهي وليس الانتخاب الأخ محسن البياتي طبعا ما عندنا شيء اسمه تنصيب إلهي ولا عندنا هذا ممبادئ الإسلام هاي النظرية الإمامية ما هي علاقة بالإسلام نظرية سياسية الناس أنتجوها جاسم أحمد الإدريسي يقول أقصد ينتخب أو ينتخب الشعب الحكام وتبقى الأوضاع على ما هي عليه كنت ألافق طالما الإمام لا يغير كل أربع سنوات أو بمدة معينة ولا يحق له تولي المسؤولية مرة أخرى هو بالنهاية ديكتاتور لكن متزين بالممارسات الديمقراطية وشكلياتها من دستور ومجالس وغيرها تحياتي لك أستاذ أحمد أنا ما أوافقك على هذه النقطة يعني مبدأ مثلا خلفاء راشدون ما كان لهم مدة محددة ولكنهم جاءوا عبر الشورى مثلا والآن هناك ملوك ينتخبون مدى الحياة في بعض البلاد وأي رئيسي هذا التحديد أربع سنوات ولا خمس سنوات ولا عشر سنوات ولا بصورة مطلقة طبعا من الأفضل أن تحدد حتى لا تتكدس القوة وبالتالي يصبح ديكتاتور ولكن إذا كان هذا الحاكم منتخب من الناس والناس راضين به ومن أول يوم انتخبه فشين المشكلة في ذلك ما يتناقض مع الديمقراطية هذه المسائل تفصيلية فيه موضوع الديمقراطية أعتقد إلى هذا الحد نكتفي علي حازم يقول الطريقة تختلف من مكان أو من وقت لآخر حسب اختيار الشعوب إن كانت تلب بأمنهم واستقرارهم ولكن الكيفية في الحكم فيها لألزام علي حازم أيضا يقول الشيخي هو الرسول كان اختياره من الله وأو بكر كان الشورى وعمر اختلفت فكانت أهل الحل والآكل وعثمان وعلي أجبروه عليها فطرق الخلافة أو الرئاسة تختلف ولكن ما ركز عليه القرآن بعد الشورى والله أعلم هو كيفية الحكم بعد تسلم الحكم والأساس فيه هو مصطحة العباد أولا لأن الشرع هدفه مصطحة العباد كيف ستتحقق مصطحة العباد بالدكتاتورية أم بالديمقراطية هذا هو السؤال مرة أخرى كورش إيلامي يقول أستاذ أحمد كلامي هو لا وجود الديمقراطية بدون وجود طبقة عاملة بل نحن ننشر وعي ديمقراطية أحسنتم على إحال شكرا جزيلا لمن ساهم وإن شاء الله نستفيد معتكم في بل ورد هذه الثقافة العامة في المستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته